اوف اوف خير كتير معصب ومتداق مبين انا من بكرة طالع لعند اهلي اليكون عندك خبر مشان العرس شو اصدك بطالع؟ تفقت مع البنت؟ شو الموضوع؟ ماماشي الحال معي يا اخي مالا زابطة ايه وشو رح تعمل؟ ايه رحعلن احقول الحقيقة يعني شو بدي اعمل؟ ممم معناته رح تزعل كتير بعرف شو بدي اعمل انت ليش بعثت ورايا يا ايه ايه الصبي اللي وظفته بالعلاقات العامة بدي عرفك عليها مو أكتر إن شاء الله تكون منيحة هاي جمان ها ليك أجيت أهلا وسهلا بعرفت شريكي مراد لك رمال الله ينزلي عنك تافي بقى ولك يبعط لك حمى على هالمفاجأة أنا شو جابني لعندك شلون يعني بس لأنها رفضت تروح معك على العرس رفضتها بالشغل معقول مراد عصمان ليك بيكفيها عم تضل تسأل ذات السؤال نحن أجينا عالجيم حتى ريح راسنا وأنت عم تلعي أكتر منا بيكفي بدي أسألك سؤال إذا دبرتلك صبية تروح معك على العرس بتشغل أسي أنا شو عم أقول وأنت شو عم تحكي مزال عندك هالموهبة هيك تحكي هيك من الأول وكنت ساعدني ولاقي لي شي صبية بالأول كنت ناوي ساعدك بس ما خطر ببالي حدا أما هلأ لأني تحت الضغط صار مخي يشتغل أسرع شوي شو رأيك اتصل بكم صليل؟ يا أخي لا تتصل لا تتصل بحدا أنا حكيت لأمي عن أسيل وأزبطة كل ثلاث دقائية كذب عليها طيب خليني أنا أحكي مع أسيل البنت بحاجة شغل لا أنت مناوي على خير واضح هلشي حاش تلعي بقى بهالقصاص هلأ أنت مبالغ بردة فعلك شوي مراد ولا لا؟ لا يا أخي شو هلحكي وأنا هذا اللي عم أقوله شو العلاقة؟ يعني أنت بالعادة ما بتعصب من هالقصاص بالعكس بتتمسخر بس لما الموضوع تعلق بأسيل ايه عطيني من الآخر البنت كتير عاشبتك مراد ولهيك اختلتها وازنة ايه اختلتها وازني ايه؟ يعني مدام أنا حاسس بشي ليش بدي أخلص من هالمخلوقة ليش ما بتركها قريبة مني أنا مجنون؟ تماما أنا كمان هذا اللي عم أقوله أصلا حتى هذا اللي عم أقوله بالضبط أنت ما بتبعد حالك عن الستات بسهل يعني إذا عم تبعد عن واحدة سيد محتمل تكون تحت المستوى المطلوب كشكل أو متزوجي وبما أنه السببين مو متوفرين بأسيل بيضل عنا جواب واحد أنت خايف أنك توقع بحب مراد عسمان ليك شو بدي أخذ لك؟ وحيات الله أنت كتير أحيانا هيك بتضحكني عن جد أنك مهضومة طيب رح أسألك سؤال واحد إمتى آخر مرة أخذت ست عجبتك وكابرت قدامه؟ مكابرة؟ ليش بدي أخذ وحدة مثل ما؟ عم تقول أن ما بيهمني كل هالحاكي ها؟ شكرا وصلني حقي عسمان ليك والله أنت عم تنرفزني ها؟ كانت وعدتني أنه رح تروح معي يمكن أنه بصير حساسة بمأمي تكون بالموضوع مو معقولة أبدا معقولة تكون مرعوب؟ يا أخي إذا أنا كنت عشقانا قدشني المختلة حتى بدي يكون مرشد بعلاقاته وتلاقي حبيب بس فقست الاتفاق بأول فرصة لو راحت معي ما كنت عملت هيك ما فينا نحزر ما رح نوصل لنتيجة أنا رح أقول شي وإنت رح تلاقي فيه عزر ورح نضلع منحكي إذا ما كنت حاسس بشي تجاه البنت شغلة معنا وخلينا نشوف العكس أنت مفكر أنه بهالشكل رح تقدر تقنعني؟ عن جد ما؟ روح يا تضرب أنت وإلي إيش معك خلاص أنا بديوك خلاص خلاص لك تعال لا تعصيب آخر شي عندي عنب ماضى البح اللي عما بياكلوه مثل البزر أهلين وسهلين مراد بي شو الأخبار مرام؟ منيحك تيب قمنيني كيف الوضع؟ ممتاز فل اتصل كم صديق لحضرتك حجزوا عننا وسألوا عنك كمان أوكي لكن معناتها لا تخبر حدا أني أجيت أبدا فيه كام شغلة مستعجلة لازم أعملها بخصوص المكان الجديد وأنا لازم سافر لي كام يوم وبصراحة بيجوز أعتازك واطلب منك كام شغلة طيب أنت بتعرف أني مخلصة لمهنتي وبحبك كتير موجودة دائما أصلا أنا كمان كنت رح أحكي مع حضرتك بخصوص المكان الجديد أوكي منحكي بس أجي ميمو وأخيرا مشي الحال حال شو اللي يمشي أنت شو عم تخبصي مرام؟ مسيرة حياتي مواضيع ما بتهمك أبدا لا تحط براسك خليك بحالك رح تنتقلي على المحلل الجديد كأنه وبصفتي المسؤولة عن العلاقات العامة مديرتي رايحين كفريق مو هيك نحنا فريق واحد بالنهاية مظبوط مرام ما بتتخيلي قديش مخنوق من هالمكان أصلا وكنت حاطت براسي أنتقل على المكان الجديد بس هيك مخنوق قلتلي اغتمي إن شاء الله تموت نحنا فريق ولا لأ؟ طبعا لا أكيد عن تمزحي أنت أهلا وسهلا مرحبا حضرتك في عندك حجز؟ لا ما في عندي معناتها ما رح قدر أخدمك اليوم طاولاتنا فولي لا فهمتيني غلط أنا جاي لحتى تجيب ملف لعثمان بيك المحامية لميس كوبران سلمي يا إذا بتريدي لا أنا ما فيني سلمشي هي خارج سلطي وإذا بتحبي إني ساعدك تفضلي رتاحي شوي على البار وأنا بخبر عثمان بيك وأنت بتسلمي الملف براحتك طيب تفضلي إذا بتريد لميس خانم لميس كوبران حضرتها محامية صديقة لعثمان بيك إنت اهتم فيها وأنا رح خبر عثمان بيك مرام خانم أهلين فيكي بالبار شو بتحبي تشربي شو بحضر لحضرتك مايو بس مو مشكلة أساساً المي عنا مجانة قليلي شو بتحبي يحضر لحضرتك قلتلك مايو بس بحط في قطعة ليمون لا بقدونس لا كزبرة لا مايو بس شايك ع السماء بدي صوس لهنيك كمان إيه شايفي مهلين مرام في مين ناطرك بره مرام مشغول كتير إذا ماانو حدا مهم لا مهم البنت المحامية إجيت كيف؟ لهون إيه لك أتطلع وراك ع البار هلأ رحت فيها مراد هونشي؟ قاعد بالحديقة بعدي بعدي ما مشي الحال هيك حطني إلي كمان جوات المقلاية وطيها شوي شو أبوك عم يتفحق الغاز؟ أخي لميس إجيت قل لي شو بدي أعمل هلأ؟ احتمال جاية قل لك شكراً وانت فيك تقل لي عفواً طبعاً واجبي هاد أو هاي القصة ما بنحكى فيها انت بس أمريني يعني هيك فيك تقول مثلاً ولحقه بشو عامل المساة لأنه أنا إذا ما كانك ما بروح هالفرصة هاي لك شو عم تقول انت؟ عم قول حلينا الخلاف اللي بيني وبين أسيل يعني لقيت مو محرز القصة يعني رح تبلي شغل معنا مو؟ يا عثمان رح تشتغل وبكرة من الصلح بكير طال عين مشان عرز فتون لك يا أخي هلأ عم تللي هالحكي؟ يا أخي ما لك شايف وضعي شلون معجو كنت بدي خلص من إيدي واجي لعندك بعدين أنا ما بتحمل الشوب عندك جوة يلا المهم نحلت ايه؟ يعني هلأ لميس ممكن تكون شايلة تتشكرني؟ ايه بس إذا بقيت من الطرق لها الأد ممكن يتغير الوضع يعني ما بعرف ايه خلص يلا رح روح واقف واقف شلون داك تروح هيك زبط لي شكلك البس لك شي شغلة منيحة شبك؟ هاي قولتك؟ يلا أنا دايما بنصحك بس أنت ما بتسمع مني لو بتسمعني كنت صرت فوق ليش ما شربت إياك كلها؟ عم ممزح معي حاسك كتير متوترة تفرفها دي روقي شوي روقي لا تأخذيني لميس نطرتك أصدي خانو ما قالت اللي ضيفوك شي؟ ايه شربت مي حلو سيد عثمان حضرت اتفائيات وعقود المكان الجديد وعملت لك التقارير كل الموجودين عندك بالحقيقة الشاب كان رح يجب لك الملف بس نسيه وأنا على طريق يجبته حظي حلو ما فهمت أصدي شكرا كتير أنك تعذبتي معنا وإجيتي بسيطة وبتشكرك بخصوص أسيل كمان لا العفو ما عشي لك بلا ما أخذ من وقت حضرتك ما عشي يلا وين أصدي خليكي شوي كوني ضيفتي اليوم لا أنا مستعجل شكرا لك شكرا مرة تانية عزبتك ولو أسمان بك لم يسخانه الحركات الرسمية وفزلكت المحامين مشيت كنت جاي أتعرف عليها قل لي شو صار والله ما صار شي وإذا ضلت هيك شكله ما حيصير أنت كمان ما عم تساعدني يا أخي عندك خبرة كتير كبيرة مع النسوان أنا صرت المسؤول هلا لك لا بس أنا غشيب يعني عن جد ما بعرف شو بدي يساوي ولش لون أتصرف بهيك مواقف أففوت بالحيط والله دوناتيل له أنا بقول لك شو لازم تعمل بس أنت ما عم ترد علي شو ساوي لك؟ إمتى قلت لي وما رديت هات لشوف أحكي طيب رح قد لك اسمع شو رح قل لك فضل تسمعني منيح وبتنفز بعدها ماشي؟ خلاص اتفقنا اسمع الشي الوحيد اللي لازم تعمله مع الستات اللي من النوع إنك تهرب من غير ما تتطلع وراك يا أخي كل الصبايا والخبرة تبعي هيك بيقولوا شو أعمل ولشي ما عم ترد علي المسجعة كمان أهلا وسهلا أهلين واسمان بك مرحبا مرحبا بالصدفة البحثة غصون اختارت نلتي أنا وياها بمطعمها اي صدفة والله الصدفة كتير حلوة اي عن جد عن جد بالصدفة البحثة لا تفكر اختيارنا كان عن سبق إسرار وترصد مفهوم اي اي كان خياري أنا أنا غصون بالمناسبة بنت خالد أسيل والله تشرفنا كتير وأنا عصمان وأنا كمان تشرفت لك مولان وأسيل بنت خالتي بس هي شاطرة كتير بخصوص العلاقات العامة والتسويق ومتأكدة أنه رح تشتغله شغلة كتير حلو مع بعض بالمكان الجديد ونحن كمان هيك متوقعين المكان الجديد هم تقولي المكان الجديد لك شو عم تحكيني آه سمعت الصوت مو هيك صوت شو ما سمعت صوت الأحلام تبعك اللي صفقت على الأرض هيك لكان شو رأيك صفقت كفت لحقون لأحلامي يا طعم رك يعني إذا بدك قلك رأيي مرام خانم حضرتك كنتي بتستهلي المنصب بس حرام اللي عملوه فيكي مرسي كتير يا عيني، شوف شغلك، أحسن لك نحن كتير ممنونين للميس خانم لأنه لو لاها ما كنا تعرفنا على أسيل بالصدفة البحثة وما توظفت ايه نصيب؟ مو هيك؟ شبك خصون الاسبوع الجاية أسيل راح تبلش على الأغلب مو هيك هي حكت لي هيك شي أكيد، أول ما يرجعوا من السفر بتبلش يرجعوا لشنانوان؟ مو راحت مع شريكي على كوتشيك؟ كوتشيك؟ ايه؟ اه، واعفوا من شريك حضرتك يا ترى؟ اه، من هو شريكك؟ اه، مراد شو؟ مراد؟ مراد أطسول مراد؟ مراد؟ الجار أسيل هو، يمكن بتعرفه؟ تقصد جاري أنا مراد؟ ييه؟ على الأغلب؟ يا الله ما عاني مصدقة، كم مرة نبهتها منه لا مراد؟ كم مرة؟ مو قدامك؟ لك ما عم بفهم، لش بتركب رأسها وما بترضع أحدها؟ تمام، تمام، طولي بعلك فكري بإيجابية وين الإيجابية لميس؟ المخلوقة راحة معه لآخر الدنيا، يمكن يكونوا راحوا كرمال شغل شو بيعرفنا؟ قلنا ليش راحوا على كوتشيك؟ ما كان عندكم خبر إنه راحوا على كوتشيك؟ مو واضح علينا إنه معنا خبر بهالموضوع؟ لا، أنا راح حل الموضوع، راح قلكن شو الترتيب؟ لو شو ما كان صاير معه، كان ما لازم تخبي عنكم وتخبركم أكيد مثلاً أنا لو بدي روح على الحمام بخبر كل رفقاتي عن هاي الروحة على فكرة عن جد مالة طبيعية، كيف صبية مثلها بتأمن تطلع معه لحالك؟ شباك أنت؟ كنت نعم تحضر سناكات خفيفة مو هاي؟ ايه طبعاً طبعاً، همت سألت ليش راحوا مع بعضهم وما وصلني الجواب؟ ليش راحوا على كوتشيك؟ اه؟ ليش راحوا على كوتشيك؟ هم؟ آه؟ هه، هلأ الأكيد إن إننا اللي اثنين ما راحوا بشغل ممكن يكون صاير بيناتهم انجزاب على الخفيف ومعلمي تضحك على عقلاته وطلع معهم يعني بتصيري الحياة عرص راحوا من شان لحظ شو عم تقوب؟ عرص شو بقى؟ هلأ صار فيني فكر بسلبية براحتي لك العمى، أسيل بحياته ما خبيت عنا شي لأنه كانت بتعرف إنه إذا عرفناها راحت مع هداك السرسري راح نعصر عصبيات؟ شو لاميز؟ أنا خلقي براس منخير ورح تجيني جلطة أنا ألف مرة حاكيتها وقلت للا تقربي عليه ألف مرة سيداتي أبظن أن الشيف عنده كلام رح يقوله بس حضرتكم ما عم تتركوله مجال أنه يحكي إيه صح أبظن أنه فهمتوا الليلتوا غلط يعني الحكاية أخدت منحة مختلف هنن مانون عشاء مانون عشاء آخر كلام أكيد طيب إذا هنن مانون عشاء شو فينا نسمي العلاقة اللي بيناتهم يه لسه هي أبشع شو يعني صايعين مع بعضهم آه هيك العمى أنا بصراحة هي الشغلات ما بيقتنع فيها وما بتفوت لعالي أبدا يعني إذا بتكون رأيي الإنسانة يا بتكون حبيبة الواحد أو لا أما هي قصص للصياعة بتعبر عن قلة التربية يعني خلاص بقى فضل آآ اسمعوني شوي آآ مانون عشاء عم يمسلوا دور العشاء وبس مو أكتر يعني شو بدي لكم عاملين الاتفاق قلت اتفاق انتوا ليش بتحكوا مع بعض على طول طيب فيك تفهمنا شو بنود الاتفاق يعني رح تحكي لنا ماهي آآ رح أحكي لكم تفضل لا لساعتوا خارج التغطية استنوا دقيقة استنوا مراد ما بيكون نرفيقك عثمان بيك آآ طبعا طيب هالاتنين معنون مع بعض محتمل ليش ما مندق لمرادوا من خلاص آآ ايه؟ منطقي بدي قلو ما فهمت طالما السيل مع مراد ليش ما تصلت فينا من عندو ما بعرف بل كي محبة انو تحكي من موبايلو انا بطلت افهم عليها حكيك في وجهتنا كأنم خبية عنكن شيها ما؟ وقالا كانت بكل بساطة خبرتكن بمساج انا هون او هنيك او ما عندي شبكة مثلا هلو فتون فتون هاي بتكون اخدو لهذا مراد معلمي شو وينو مراد؟ دقنا اخدو نسي تليفونه بالبيت تمام تمام خلاص معليش تقولي لأخوكي لما يرجع يتصل فيني؟ ليش بتضلين بوزمان؟ تمام سلمي كتير على خالي نيفين ماشي؟ يلا اوكي باي باي مراد نسي تليفونه بالبيت بس حكيت مع اخته وقالتلي عم نستناهن على العشاء رح يجو بعد شوي اه معناتا ما في شيء الواضح انه في سوق تفاهم وخلص شحن موبايلة انا قلتلكن هذا الحكي من اول بس انتو ما صدقتوني وحابين تظلموه اه اه مظبوط هالكلام اكيد خلص شحنة ايه طبعا اكيد خلص شحنة الموبايل لانه هي ولا مرة سكرت الخط بوشنا باسوأ الاحوال كانت بتقول منحكي بعدين مظبوط بعدين شافت قدي اتصلنا اتصلنا رح نتصل يعني مسلمين الخاروف لديبو ما عنا خبر عثمان بيك اول ما بتجي اسيل بالطلاعة من الشغل اذا بتريد مع انه انا اللي ساعت الله بهذا الشغل لا يا قلبي انتي ما الك علاقة ابدا المزن بهي انا انا ما كان لازم خليها تقعد عندي كان لازم خليها تستأجر لشي بيت تاني مو بيتي بسيط سمعوني انا فهمان حساسية القصة بالنسبة لكم يعني هي ممكن تكون خبت شوي بس ممكن تكون انجبرت كمان هالشي مانو لطيف ما عم افهم ردة فعلكن هاي يعني متل ما قلتلكن عن جد هني مالو الناويين هي ومراد يبلشوا بعلاقة جديدة بس مجبورين يكونوا هيك لكم يوم عثمان بيك بتعرف شو بيعملوا البارود والنار اذا اجتمعوا؟ اي انا شايف انو برنامج وسائق على فكرة واتشبيه هيك صح مراد متل النار على العلم برافو عليكي محامية عثمان بيك فضلي هلا القصة وما فيها اسيل بنت كتير غبية وطيبة بعلاقاتها هبلة وغبية يعني باخر علاقة الى تعبت عصابة كتير وتأسرها رفيقتكم بتزعل يا حرام ولهيك نحنا بصراحة ما بدنا ياهات الدعية يعني ممكن تكون تمثيلية ليومين بالنسبة لمراد بس اسيل اذا فتحط له قلبها مش كلي اذا بتفتح له قلبها وقتها منوقع بمش كلي فهمت فهمان حساسية الموقف في نقاط معكن حق فيها يعني مراد لما يكون في بنت بالموضوع بيتحرك بعقله اكتر من مشاعره وما بيعطي لحد الحق انه يتعدى على حريته ولهالسبب هو بيترك البنات قلوبهم مكسورة وبيمشي معكن حق نحنا الشباب كلياتنا هيك آسين وآهارين بس شو بدنا نساوي هذا طبعنا ونحنا كمان هاد الخايفين منه مراد ما نو انسان سيء انا بضمن لكم هالشي انا رايح على العرس من بكرة الصبح بكير رح حاكي مراد بهذا الخصوص ورح قل له يبعد عن رفيقتكم وبظن انه يسمع كلامي يعني اذا بتكون انا كمان بده قل له هو بيسمع مني على فكرة ليك انت رح تعمل هيك عن جد يعني اذا الموضوع حساس لهالدرجة بظن لازم اعمل هالشي بالمناسبة انا بكفل الشيف عثمان عن جد نحنا مناح من جوا والشيف عثمان منيح كتير قتله طيب حبيبي طبعا الكل بيحكوا من هالحاكي بس لازم نشوف نتيجة عرض الواقع ما هي انا بتمنى هالشي لميس خانه اه انا هلا ارتحت شوي شكرا كتير وسمعا بك لا عفو المهم ما يكون ساير معاشي وهيك تنحل القصة بالمناسبة لا تخافوا مراد شخص واعي يعني لما يرجع البيت اكيد بيتصل فيني رح يتصل فيني كمان الجو صار كتير كائب واكيد اسير رح تتصل فينا يلا نمشي اه عفوان بس رقم لميس معاك مظبوط ايه معيا اه كتير تمام معناها لو سمحت اذا عرفت اي شي تتصل وخبرنا على الاكيد طبعا طبعا اوكي يلا نحنا ماشي خلني وصلكم راجع لك عيدية محامية جايبلك تشكيلة مي زريفة ما سلامة غصون خانم عم نسناكيها سمع انا ما لحقت من الاول بس بعرف شوي عن الموضوع بس انت بقلة شوف شو صار شو حكو يلا قول لاني كنت على رأس عملي ما سمعت شي بصراحة من يلي عم نحكها وانا صدقتك ايه يلا خلصني يحكي لشوف لا ما بعرف ما سمعت شي عن جد قلتلي ما سمعت بس انا شفتك عيوني غلطانين كأنه كنت نازل فيهم افكار وتنبيهات ونصايح على اطراف الحديث شو مشان كنت عامل لهم ندوي عن انواع الكوكتيلات الظريفة وكيف بتنعمل ايه خراس كيف على فكرة انا سمعت اللي بدي اياه كافي ما فمت شو اللي كافي كأنه بلشت تتشكل سيناريوهات براسة بلشت تتشكل ايه طبعا لامثالك بتبلش تتشكل بس بالنسبة لامثالي بتتنفس دغري يعني مخططات وغير ونرسمت كمان ايه تمام معناتها اهه اقرب تعال شو بتك مرا؟ سمع مديرة العلاقات العام الشرشوحة هديك ما رح نتركها تهدي هون رح نطالع حليب امه اللي رضعته من عيونه عامس واضح شوفي اللي اقلك شغلة هذا الموضوع نطالع ونقرب ما بتصبط معنا نحنا الاتنين لانه نحنا مختلفين تماما لحياة انت بشغلك اصلا شوف انت هون لا ما بدي انا علي بشغلي وبس مرا رح احكيلك هالموضوع بطريقة انت تفهم فيها في جريمة بالموضوع والقاتل شافك شو بيعمل فيك القاتل؟ بيخلص مني تماما طبعا بتحب اخلص منك تماما؟ ليش لتخلص مني؟ ليك بقلعك من هون ها؟ بإشارة صغيرة مني شو عم تعملي سحر يا عليكي؟ بحركة متخهي تاني يوم ما بشوفك ايه طبعا طبعا ما في شك انت يا عوية توقف انت اقايل لي السر وبلعمت ما يضل سر يا سيدي اسمعوا يا جما خلاص خلاص يا شباب لتو بشغلكون عم تمزح اسمعي يلقلك شغل شو مخططنا نحنا هلق بالظبق؟ خليني نحطه على الطاولة لا حتى أنا كمان نضيف عليه تفاصيلي صغيرة يلا خلونا نرجع على شغلنا يلا خلونا نرجع عملنا لا 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 لا